اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حمد ان ما قام به الشباب هو انجاز رائع وفريد من نوعه ويستحق ان ينال الثناء لانه جاء بمبادرة ذاتية منهم وباصرار لخوض هذا التحدي الذي يتطلب مشقة وعناء في اجواء متقلبة ولكنهم كسبوا الرهان بما قدموه من تضحية ومجهود بدني كبير في سبيل تحقيق الهدف وقطع المسافة بفترة قياسية عبر الجري وهو ما يعكس عزمهم الذي لا يلينه وكد سموه ان تلك المبادرة تؤكد من جديد ان الشباب البحريني عاشق للتحدي والانجاز ماري بن سموه عن سعادته الكبيرة بعودة الفريق الى ارض الوطن سالما معافى بعد رحلة طويلة وشاقة وكرم اسمو الشيخ خالد بن حمد جميع القائمين والمشاركين في مبادرة تحدي المنامة الرياض والتي تعد تعبيرا صادقا عن المشاعر والعلاقات الاخوية الوطيدة ووشائج القربة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي تحظى بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم واخيه خادم الحرمين الشريفين من منطلق اهتمام سموه بما يحققه الشباب البحريني من انجازات وطنية واعدة جعلته يعتلي منصات التميز ويصبح ايقونة للعطاء اللامحدود في كافة المجالات استقبل اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الشباب البحريني الذين اطلقوا مبادرة تحدي الملامة الرياض وذلك احتفاءا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث اكد سموه على ان هذه المبادرة التي تمثل انجازا يضاف الى الانجازات المتحققة على ارض الواقع تجسد مدى العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما تجمع الشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة وشائجة القربة وصيلة الدم وان هذه المبادرة التي قام من خلالها شبابنا بحمل مشاعرهم وفرحتهم العميقة من خلال الجري عبر جسر الملك فهد متجهين الى الرياض ليشاركوا اشقاءهم في المملكة العربية السعودية فرحتهم بيوم التأسيس اود ان اشكر الشيخ خالد بن حمد اهل خليفة على هذه المبادرة الطيبة ومشاركة الشعب السعودي في يوم الوفاء اللي هو يوم التأسيس للشعب السعودي حكومة وشعبا اود ان اشكر سمو الشيخ خالد بن حمد اهل خليفة على رعايته الكريمة بهذه المبادرة الشبابية اللي زادت من عزم المتسابقين والمشاركين في هذا التحدي اشكر عراب هذه المبادرة الشيخ خالد بن حمد الخليفة حفظه الله لما له من جهود ملموسة حول انهاء هذه المهمة هذا وقد استغرقت رحلة الشباب البحريني خمسة ايام بدأت من يوم السبت الى حين وصولهم يوم الخميس الموافقة الثاني والعشرين من فبراير لمشاركة اشقائهم في المملكة العربية السعودية احتفالهم بيوم التأسيس اشكر جلالة المالك المعظم على متابعة اوياننا على هذا التحدي وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد على دعمهم اللامحدود وهم قدواتنا في هذه التحديات وهما الشعلة اللي صراحا طلقنا منها طبعا هذه المبادرة تعتبر الاولى من نوعها في المبادرات الرياضية اللي هو العبور جسر البحرين السعودية مشن على الاقدام وعلى الدراجة الهوائية فهذه تعتبر اول مبادرة رسمية وكانت برعاية سمو الشيخ خالد الله يحفظ بن حمد فباذن الله امتداد الانبادات القادمة واذن الله نشوف الابطال في المستقبل اشاركون الافراح مسار كان كلها صعود الشاحنات ما شاء الله خط الرياض معروف بالشاحنات الحرارة حرارة الشمس حرارة شمس ذبحاتنا لان احنا كنا نركض من ما تطلع الشمس لما تنزل احنا في الشارع فكان هذي من الاشياء اللي شوي اثرت علينا لكن الحمد لله كل ذي الاشياء نسيناها اول ما وصلنا الرياض الحمد لله في الودايك التعبان في التحدي بس من الشمس حرارة الشمس كانت قوية شوي من الصبح من ما تشرق الشمس لما تغيب احنا في الشارع قاعد نركض لانوصلنا الرياض التعب نسينا من الجمهور هذا وقد بلغت المسافة التي تم قطوها للوصول من الملامة الى الرياض ما بين 60 الى 75 كيلو مترا تخللتها فترات للاستراحة وقد قامت مجموعة من القبائل السعودية باستقبالهم والاحتفاء بهم طوال فترة رحلتهم الى الرياض ليجدوا الترحيب وحسن الاستقبال عند وصولهم مدينة الرياض حيث تم الاحتفاء بهم خلال احتفالية تم تنظيمها وتكريمهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر